اهلا بكم في مجزي الأخبار من قناة حلب اليوم حركة حماس الفلسطينية تدين القصف الإسرائيلي لمواقع النظام والميليشيات الإيرانية في مدينة مصياف غربية حمامة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى اللجنة الدورية للصليب الأحمر تقول إن الملايين من السوريين مهددون بخطر الانزلاق إلى الفقر واليأس بسبب تحول الاهتمام العالمي نحو أزمات أخرى جرحى في صفوف الجيش التركي جراء استهداف قوات النظام القاعدة التركية في منطقة الشيخ سليمان بريف حلب الغربي بقذائف المدفعية شركة ترجينا الإسرائيلية تعلن تركيب جهاز لإنتاج مياه الشرب من رطوبة الهواء بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان الأمريكية في مدينة الرقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن رفض بلاده لقرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة القسد من العقوبات المفروضة على سوريا وزارة الدفاع التركي تعلن تحييد 52 عنصرا من قسد شمانية سوريا ردا على هجوم استهدف مغفرا حدوديا بولاية غاز عنتاب جنوبية البلاد اشتركوا في القناة